نكمل بموضوعنا بنقاشنا انها خيرة وزي كذا فانا برنسي يعطينا من الكلام شوي تنوّل علينا يعني يا حلو مرحبا زايد أنت قد ذكرت أنه موقف عن أختك ترف قلت وقلت أذكر أنك قلت فيها كلمة خيرة نبي نسمحها منك على موضوعنا اللي هو كلمة خيرة القصة قد قلتها لكم وقد طلعت عند الناس وراحت لكن الخيرة كانت في موضوع أني قبل الموقف هذا بيوم كنت طالع أنا و أخوياي نوّلنا ننام باستراحة حلو؟ حتى لدرجة والله أني ما أخذ البطانية معي ما أخذ الشواحني ما أخذ غيراضي كلها ما أخذ السواني على أساس أني ننام باستراحة والناس يمروا و ننام باستراحة لكن سبحان الله نحن قاعدين باستراحة خوية كذا من قالوا تكررح البيت حتى أني ما أردت ولا على طول كذا قلت تم شينا معني والله أني جاي بغيراضي كلها و خلاص ناوي و مكلمة هليني بنام باستراحة سبحان الله كتب الله أني ما أنا باستراحة و رجعت البيت في يوم رجعت البيت و حصل موقف دائم البنت غرقت و كذا فأنا اللي خذيت و دهت المستشفى يعني سبحان الله لو أن الله يعني لو أني ما يعني لو أني قاعدت باستراحة و أني ما رجعت البيت كان يمكن يحصل مضع ثاني لكن شوف كيف الخيرة في أن الله رجعت إلى البيت رجعنا للبيت و معنا ناوين و خلاص و مكلم مهلي أني باستراحة و مخضراضي كلها لكن خيرة رجعتنا للبيت خيرة و أني خذيت و دهت المستشفى خيرة في على آخر اللوقات و رسال الله لي ريكم باس في أبناكم و أخوانكم و لي الحمد لله في شخص جميل توه جاء متسامة حلوة روح طيبة و لاكسرون بالناس كل أبوهم عبدالله فريدي عطني لازم أنت لازم موضع